دكتور حسام ده البرد ده الأنفلوانزة ولا في حاجة تانية خلينا نقول زي ما التقرير كان قاليا التقرير بصلاحة كان جميل لأن كل الناس ألت نفس الأعراض وكل الناس ألت نفس المدة اللي فيها التعب يمر من قبل الكورونا وقبل ما الخوف بتاع الكورونا أو الهاجز بتاع الكورونا اللي يخلينا يبقى فيه نوع من الهلع أو فيه نوع من الوعي والفرق الكبير قوي نحن يكون عندنا وعي أن فيه فيروسات وبتنتشر في وقت معين في السنة ويكون عندنا هلع من شيء معين من قبل الكورونا وكان ده الوقت المعين اللي فيه تغير الفصول مع بداية فصل الخريف وتغير الجو ومع دخول فصل الشتاء كنا بنرصد ان فيه انتشار للفيروسات التنفسية اللي بتاخد سواء الجالس التنفس العلوي او السفلي مع الكورونا اختفت الفيروسات دي وبقى الكورونا هو سائت لان احنا بدأنا نلتزم بالاجراءات الوقائية كلنا كنا نفسي المسكات كلنا كنا بنحافظ على التباعد كتيام سودة في شدة المرض لكن كان فيها ميزة ان احنا كنا واخدين اجراءات تحميلها كلنا فكل المنظمات بدأت تشهد ان حالات الانفلوانزا وحالات رسبات السيطر فيروس او الفيروس المخلوي بدأت تقل اوي وبدأت كورونا تبايا سايد لما الكورونا بدأت تقل احنا بدأنا نفقد اجراءات احتراضية بدأت تظهر تاني الانفلوانزا الفيروس المخلوي وما زال يعني عشان الكورونا مشيت فيروسات تانية قالت لك اجي بقى اشتغل شوية وما زالت الكورونا موجودة كورونا موجودة لان ما اظهرش فيروس واختفى لكن تظهر فيروس وبدأ يقل في حداته انا سمعت عن ناس كتير عرفهم جالهم كورونا ومسحتهم ايجابية وقعدت 4-5 ايام وخفوا كويس بدون ادوية او بادوية بسيطة لان الكورونا لم تختفي لكن السلالات الجديدة يعني كل شوية نقول فيه سلالة جديدة ونطلع نقول الناس لا السلالة الجديدة دي ممكن تسيب انتشار اسرع لكن ما ما زالت بقيتش تمثل خطر طبي او هلع الطب اللي كان موجود لان احنا كان كل الخوف قبل كده ايام الكورونا ان هي كانت بتؤدي الاسرابة الجهاز تنفس السوف انا ليه حاسس انه اللي حصل في الاسبوعين التلاتة اللي فاته ده كتير يعني لا فيه حاجة يعني فيه شيء وبعدين فيه حاجة انها تيجي الواحد في البيت تاخد البيت كله لازم البيت يعني لو جات لعيل حتى العيل يجيب للأب والأم والإخواته فيه حاجة غريبة وهي حتى دي المهمة لان احنا دايما بنقول ان لصابات الاطفال سرعات انتشارها وسرعة عدو بتاعتها اعلى اهتمام الأهل بالطفل بيخلهمش ياخدوا الاجراءات الاحتازية وبيفيه تقارب بيكون اصابة اعلى لكن فعلا زي ما حالك قلت ان فيه انتشار اعلى للبيت يوم دي فيه دواتي عندنا انفلونسا وعندنا المخلاوي وعندنا كورونا لكن هل ده يمثل نوع من الهلع الحمد لله كلهم اصاباتهم طفيفة يعني الحالك زي ما شفت في تقرير كده جالي ربع خمس ايام وراحت جالي اسبوع وراحت الوحيد لا بس بس بتكمل الاعراض شوية يعني انا جالي والغاية دلوقتي عندي زكام عندي كحة يعني اه بيخلص بس بيسيب معاك شوية حاجات دي الميزة الجديدة خليني نقول برضو ما الجزئين اولنية حالك جالك وخدت علاج ايه لان هنا دي جزئتين احنا لازم نتكلم فيهم المضادات الحيوية ليست بعلاج لأي التهاب فيروسي يصيب الجهاز ترفو السوء العلوي او السفلي واحنا بكلنا بنسيء استخدام المضادات الحيوية وبنظن ان احنا بدلا نخدنا مضادات حيوية يبنا اخدت العلاج الصحيح للمرض دا وده كاترة دايما يقولك الحق ابتدي بسرعة خد المضادات الحيوية اه دا فيه دوا بعينه خلاص بقى زي البمبوني يعني وهذا الدوا اللي بعينه ليس له اي دور في العلاج مخريبة جدا قولا واحدا هذا الدوا اللي بعينه مالوش اي دور في اي التهاب مضادات الحيوية اللطيف دا الى ثلاث حبيتين بناخدهم على ثلاث ايام وعلى معدى فاضية ده ملوش اي علاقة لا بالكورونا ولا من غير الكورونا ولا يوجد اي بروتوكول عالمي حتى هذا الدواء في علاج الكورونا حرج على حدودك تاني